اشتركوا في القناة بإذن الله طبعا أزوجل ورده 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 منيش تريكا ورده باع ورود الحب والسلام حتى حصد وردة صبر السنين والأيام فمن منا لا يذكر بائع الورد أيسر الذي لطالما حلم ودع بين كل شتلة وأخرى وهو يوزع الشهد على مرة الطريق بابن يبدل له اسمه ليصبح اليوم أبو علاء شعور لا يوصف 37 سنة كنت عايش يعني كنت حاسي أني عايش إنسان بس حسا صرت أملة كدينة وما عليها أني شفت ابني قدام عيني يعني لما الإنسان يشوف ولد يستنى أربع سنوات ومعاناة وتعب وقصة كفاح فعلا إن أنا زلمة باعت الوردة وباعت الوردة وباعت الوردة عشان أحقق أمنيتي عند رب العالمين والحمد لله ربنا أعطاني وبذات سلة الورود تلك يكمل أبو علاء طريقه بعد أن جاء من يكمله ويرسم بتناثر ألوان الزهري درب الحياة ويدمج بين الأبيض والأحمر منها ليكبر علاء ويلقاها وردية أفكر كيف أعمله تخطيط للمستقبل أنه فعلا شايفه دكتور مشان أنا حط في بالي بإذن الله أقدر ربي وعيش وطعمي وسكي بكل الطرق لو عايشين ساعة أشتغل لازم أشوفه طبيب أنا تعذبت عمليات وعلاجات وحكم وزراعة وتلقش في الأردن وفي الضفة عمليات لما ربنا أعطاني من أول مرة لازم هو يساعد الناس بشانه يحس مع أبوه كيف أجاه هو لازم هو يحس مع الناس علاء الذي سمي على اسم خاله الشهيد حضر ليكمل ما نقص هذه العائلة الصغيرة من نور ويرزقهم من رزقه ليفرحوا به بأقصى ما استطاعوا من الهدوء داعين أن يكون لهم ذرية صالحة أنا لما شفته أوليش حملت ربنا بعدين بحكي يا ربي يصير الدكتور إن شاء الله مش عارف أحكي كثير ما أنا أبصد من جوا أنا ببيع الوردة السلام والمحبة لربنا يرزقني طفل والحمد لله ربنا رزقني بأحلى طفل في العالم شو ما يكون فضل الله صحته بخير الحمد لله ربنا عمين شايفه كد الدنيا والفضل الله أنه ربنا أعطانا وأعطانا الصبر السنين عمري اللي بسنا في هاللحظة من رحم الحب والسلام والإرادة ولد علاء وردة فح عبقها في حياة والديه ليبدأوا به حياة مشرقة مكللة بعطر الورد لتلفزيون القدس لما أبو هلال أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم أدخلوا الآن إلى ميل دوت القدس دوت كوم إيميل القدس الإيميل العربي الجديد ترجمة نانسي قنقر